اشتركوا في القناة صحة وسعادة ونستقبل إن شاء الله اقتراحاتكم استفساراتكم وداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة السويدي وفي الإخراج عيسى سبيل صبحكم الله بالخير جميعا ويعطيكم العافية ومحدثتكم اليوم في الحلقة دكتورة عاش البسطي أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصي على 4006 حياكم الله مثل ما أنتم عارفين اليوم 21 رمضان الحمد لله مر الشهر كان الحمد لله سلس وخفيف والحين بقتلنا عشر أيام من الشهر الفضيل بنطرق إن شاء الله اليوم لأمور كذلك تهمنا وتفيدنا بخصوص الشهر الفضيل وموضوع معين يخص حتى فترة العيد مثل ما عودناكم أن دراستنا وفغراتنا التغذوية وموضوعنا الصحي أو الطبي اللي يتعلق سواء بالصيام أو سواء بموضوعات ثانية تهمكم وتفيدكم اليوم ما نتكلم في دراستنا عن أطعمة ساعد في تعويض نقص فيتامين با من الجسم كنا عارفين فيتامين با له دور كبير في جسمنا وخاصة بالنسبة للجهاز العصبي يعني وايد نقصة يأثر حتى على مرات يشتكي الشخص من تنميل تعب آلام في الجسم وفيتامين با عفوا سهل الحصول عليه ما بأنه من صعوبة الحصول عليه فالواحد يقدر يحصل عليه من طريق التغذية وأشياء وايدة بالنسبة للفيتامين با ومتوفرة وكنا نقدر ناكلها ونعوض أي نقص عنا بالنسبة للفيتامين با في ناس معينة تحتاج بديل دوائلة أن يأخذ الشخص إذا كان وايد نازل عنده فيفضل الشخص من البداية يقي نفسه من هاي أن يكون أشياء معينة ناكصة في جسمه يركز على تقضية على أكله على الأشياء اللي تحتوي على هاي الفيتامينات بالنسبة كبيرة أو النسب يعني تكون ممتازة بحيث تعوض ولا يصير له أي نكس ثاني نقطة في أدوية معينة تأدي إلى نكس للفيتامين با عموما وخاصة فيتامين بي 12 فالشخص إذا على أدوية معينة يسأل طبيب المختص إذا هالأدوية تأدي إلى نكس في فيتامينات أو معادل معينة عساس الشخص نفسه أو الطبيب مرات يتابعه باستمرار عساس ما يكون فيه نكس خلال هذه الفترة بنذكركم بنتكلم عن الأطعم اللي تساعد فيه تعويض نكس فيتامين با من الجسم واللي هي ذكرونه في الدراسة عشر أطعمة يلعب فيتامين با بمختلف أشكال الدور هام في الحفاظ على صحة الجسم فضلا عن دعمه للنظام العصبي والجلد والأيض ومستويات الطاقة كذلك في الجسم من بين جميع هالفيتامينات يعد فيتامين بي 12 الوحيد اللي يستطيع الجسم تخزينه لفترات طويلة من الزمن وهذا يعني أن هناك حاجة للحصول على بقية أنواع الفيتامينات بانتظام من خلال النظام القذائي والمكملات القذائية خاصة ذكرنا المكملات القذائية خاصة إذا فيه ناس عندهم حساسية معينة من أكل معين أو مادة قذائية معينة فيقدرون الحمد لله الحين ما توفر المكملات القذائية بشكل كبير فيقدرون يستشيرون طبيبهم عن طريق الطبيب بناخذ مكملاتنا القذائية ونظرا لأن من الأفضل دامة الحصول على الفيتامينات والمعادن من خلال النظام القذائي إليكم بعض أفضل أطعمة للتأكد أن الجسم يحصل على الكمية المحددة اللي يحتاجها من جميع أشكال فيتامين بي أو فيتامين بان أول شيء عندنا البيض بالإضافة إلى كونه أفضل مصدر للبروتين فالبيض يقدم مجموعة جيدة من فيتامين باء وجرعة كبيرة من البيوتين أو بي سفن في كل من صفار البيض وبياضة عشان شديع الشخص يحتاج يتناول الاثنينة عشان يحصل على التأثير القذاء الكامل للبيض النوع الثاني اللي عناه بذور دوار الشمس تحتوي بذور دوار الشمس على أعلى مستويات حم البانتوثينيك أو البي فايف من أي مادة قذائية أخرى إذا قارنناه بأي مادة قذائية أخرى ويوجد في الواقع في معظم الأطعمة النباتية والحيوانية إلا أن يكون عادة بالنسب صغيرة ويمكن فقدانه أثناء المعالجة عنا الثالث وهو الخميرة القذائية تحتوي الخميرة القذائية وهي نوع من الخميرة المعطلة وهي فطريات وحيدة خرية مليئة بالقيمة القذائية بشكل طبيعي على فيتامين با مما يجعلها خيار مناسب للنباتيين الذين يكافحون من أجل تلبية احتجاجاتهم من فيتامين بي 12 بي 3 وبي 6 وبي 1 لأن طرقوا بالنسبة للنباتيين لأن معظم الفايتامين بي بتكون في المصادر الحيوانية للتغذية فالخميرة القذائية نحن معظمنا نضيفها للخبز والمعجنات تكون محتوي على فيتامين بي وهي تعتبر مما كمصدر غذائي حيواني فالنباتيين يقدرون يستخدمونها وتكون نسب فيتامين بي كذلك متنوع فيها اللي هو فيتامين بي 12 بي 3 بي 6 وبي 1 عندنا السالمون يعد سمك السالمون أحد أفضل مصادر فيتامين با الموجودة سواء برا أو بحرا وتوفر وجبة وحدة من السالمون اللي هو 100 قرام نحو نصف الاحتياجات اليومية للشخص العادي من فيتامين بي 3 بي 12 وبي 6 كما أنه يحتوي أيضا على فيتامين بي 2 وبي 1 وبي 5 تقريبا معظمهم ووجبة وحدة من سمك السالمون يعني الواحد بيحصل على معظم أو نصف احتياجاته اليومية عندنا لحوم الدجاج يحتوي الدجاج على ست فيتامينات من أصل ثمانية من فيتامين با يضمه بشكل خاص مستويات أعلى من كل من بي 3 وبي 6 بالنسبة للسادس اللي هو لحم البقر يضم لحم البقر مستويات عالية من فيتامين بي 3 يساعد الحفاظ على الجهاز العصبي والجلد كما يحتوي أيضا على كمية صغيرة من فيتامين با 1 وبا 2 وبا 6 عندنا السابع اللي هو الحليب يحتوي الحليب على فيتامين بي 2 يعد حليب البقر مصدر جيد لها الفيتامين حيث يوفر كوب واحد منه الكمية اللي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى كميات صغيرة من فيتامينات بي 12 وبي 1 وبي 5 عندنا المحار المحار يحتوي على مجموعة من فيتامينات بي ويحتوي على كمية عالية من فيتامين بي 12 كما أنه مصدر كبير للزنك عندنا الفاصولية السودة والبقوليات تضمن هالمواد القذائية كمية هامة من فيتامين بي 9 اللي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء الصحية العاشرة وهي الأخيرة الخضروات الورقية تضمن الخضارة الورقية مثل السبانخ الملفوف وغيرها كمية هامة من فيتامين بي 9 طبعا طرغنا خلال العشرة على أنواع الفيتامينات فيتامين بي وكل مادة أو مصدر قذائي شو الأشياء اللي يركز اللي يحتويها بكثرة من ناحية فيتامين بي فالواحد إذا ركز على التنويع من ناحية القذاء اللي يأكله بيحصل على الفيتامين بنسب تناسب جسمه ومثل ما قلنا الوحيد فيتامين بي 12 اللي يتخزن فنحتاج أنه دائما نهتم بالتغذية أو بالاهتمام بهالمصادر الثانية لفيتامين با لأن الأنواع الثانية لا تتخزن فترات تطويل الناس فيتامين بي 12 الركز على شيء ثاني يفضل للشخاص اللي يأخذون أدوية تنزل فيتامين بي 12 مثل الكلوكوفاج أو الميتفورمين اللي على المرضى السكري أنهم يأخذون فيتامين بي 12 بكميات كبيرة لأنه يأدي إلى نكس في امتصاص فيتامين بي 12 خاصة الناس اللي تأخذ أدوية معينة مثل ما قلت لكم لكلوكوفاج نتابع بالنسبة لي إذا حسينا بأعراض مثل تنميل في الأصابع في الأرجل آلام في الجسم نشيك على فيتامين بي كذلك أو فيتامين بي 12 بالأحرى مرات النكس الواحد ما يحسب إلا إذا كان وايد نكس عند الشخص نفسه في ناس معينة يمكن تقول أنا عندي تحسس من شيء من الأقضية أو المصادر القذائية اللي ذكرتوها فما أقدر آخذها وأنا محتاج لها الفيتامين لأهميته يقدر الواحد يأخذها كمكملات قذائية ويكون متوفر ويقدر الواحد بس قبل ما يأخذ المكمل القذائي كذلك يستشير طبيبه أساس تعمل فايدة الجسمه ما بأني يأخذ مكملات قذائية كل وحدة مهمة صح للجسم بس بعد كذلك في أجسام ما تحتاجها لأنه ما يكون عندهم نكس فيها أو الشخص نفسه يأخذ القذاء اللي يحتوي على هذه الفيتامينات أو المصادر القذائية اللي تحتوي على الفيتامينات بس سبحان الله أي شخص يكون عند النكس ونكس كبير يفضل أن يبتدي بالعلاج حتى مع العلاج يركز على أكله لأنه يحتاج كمخزون في جسمه ويحتاج كذلك في أن يكون نسبه متوازنة ونسب صحيحة في جسمه كذلك ما بس يكون كنسب صحيحة مستمعين الأعزاء هذه هي دراستنا لليوم إن شاء الله طالعين فاصل أراد لكم بموضوعنا التقدوي اليوم اللي يتكلم عن موضوع جميل صراحة جدا اللي هو فوايد صحية مذهلة للوز الأخضر تمو يانا طلعي فاصل أراد لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله فقرتنا الحين بتكون الفقرة التقدوية بنتكلم فيها أكثر عن الفوائد الصحية المذهلة للوز الأخضر طبعا كنا يمكن نعتمد أو نعرف على اللوز العادي أكثر من اللوز الأخضر وفي ناس تستخدمه عارفة فوايده وفي ناس تستخدمه كذلك ما بعرفين فوايده عشان شي استخدام يمكن يعتمد على كل شخص يعني ما مثل اللوز الثاني كمكسرات اليوم إن شاء الله بتحدثنا عن أهميته وفوايد الصحية لأستاذ عرين رشيد اختصاصية التقدية في إدارة التقدية السريرية في هيئة الصحة بدبي صبحت الله بالخير عرين صباح النور صباحكم جميل إن شاء الله شاء الله على الجميع وكل عام أنت بخير قرب العيد الحمد لله وطبعا زي ما حكيتي اللوز الأخضر حتى في بعض الناس إذا ما بتعرف شو هو يعني هنم متعودين على اللوز المكسرات زي ما قلت فإحنا طبعا اللوز الأخضر هلأ موسمة هو تقريبا هو يعتبر من استمار الربيعية طبعا اللوز الأخضر طبعا من الأشياء المفيدة للصحة فيها طبعا إحنا بنعرف أنه أي نوع من الفواكه أيها في إلها فيتامينات ومعادن لكن اللوز الأخضر عنده تحت وغير المعادن والفيتامينات إلى 88% من المي يعني نسبة المي فيه عالية كمان يعتبر وكمان يعتبر كمان من الفوائد اللي فيه الفيتامينات طبعا العالية جدا وهو فيتامين E وهو طبعا الفيتامين E يساعد على كثير أشياء من ضمنها الحفاظ على صحة البشرة طبعا معظم النساء بهمهم هذا الموضوع بالذات ومكونات تجميل كثيرة محتوية على الفيتامين E بالضبط وبالذات في الأشياء اللي لها علاقة بالتجميل يعني بناحية البشرة من ناحية الأعضاء الجسم يعني أنها كمان تحتوي على نسبة ممتازة من الكالسيوم من البوتاسيوم من الفوسفور والمجنيزيوم طبعا إضافة إلى عدد كبير من المعادن لكن هدول اللي أنا ذكرتهم فيهم نسبة شوي متوسطة إلى العالية في اللوز الأخضر من ناحية طبعا اللوز الأخضر يعتبر طبعا من ناحية أنه كمقارنة مع النشويات أو مع أي مجموعة غذائية تانية يعتبر كمان منخفض السعرات الحرارية ويعادل طبعا الحب الواحدة إلى ربع جرام أيها يعني الربع جرام للحب الواحدة يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية يعني مقارنة بالأغذية الأخرى كمان يساعد استهلاك اللوز بشكل منتظم في تنظيم مستوى السكر في الدم حيث أكدت دراسات أن استهلاك اللوز يخفض من خطر الإصابة خلينا نقول بمرض السكري لأنه يحتوي طبعا زي ما حكينا على نسبة سكريات أو نفسويات قليلة يعني مقارنة بالأشياء الأخرى ويشار أيضا أنه يحتوي اللوز الأخضر إلى بعض الأحماض الدهنية التي يعني توازي مثلها مثل الزيت الزيتون يعني من أي ناحية الأحماض الدهنية يعني أظن إحنا اللي هي الغير مشبعة اللي بتساعد طبعا على صحة القلب والشرايين وطبعا تساعد على اعتدال في مستويات الكوليسترول وتخفيض طبعا مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمور هذه اللي بتتعلق في هذا الموضوع أيضا جدار الخلايا اللوز تحتوي عليها على بعض الدهون خلينا نقول المفيدة للجسم اللي هي بتقلل من موضوع خلينا نقول انسدادات الشرايين أو خلينا نقول الدهون اللي ضارة للجسم لأن مرات إحنا الإنسان بفرز بعض الدهون أيوة في الجسم فهي طبعا هي بتساعد على أنه يتقلل من هذا الموضوع أو خلينا نقول بشكل أفضل أنه صحة القلب يعني بيكون من ضمنها أنه اللوز الأخضر بيساعد على هذا البوضوع لأننا عساس مبسطة بعد للمستمعين لأننا أنواع كوليسترول الدهون في الجسم مختلفة اللي هي الكوليسترول الأحماء الدهون الثلاثية لأننا اللي هو الـ LDL اللي هو Low Density Lipoproteins اللي هو نحن نعتبره كدهون قير حميدة أو دهون ضارة بالجسم وعندنا الـ High Density Lipoproteins اللي هي اللي هي اللي تكون مفيدة للجسم فهو يحتوي على الدهون اللي تكون مفيدة للجسم بالضبط وهي من ضمنها صحيح وكمان عندما كمان شغلة زيادة ما حب أزيد في الموضوع أنه اللوز الأخضر في بعض الناس تقولك كيف بدي أكله يعني أو أنه كيف ممكن أضيفه في الأكل فأنا حبيت بصراحة أقترح بعض الأشياء أنه كيف ممكن نستخدمه أنه ممكن نستخدم اللوز الأخضر بالسلطة يعني نقطع اللوز مع السلطة مع الطماطم مع الخاس يعني يعتبر من ضمن الخضروات كمان يعني هو مش بس فاكهة هو يعتبر كمان من ضمن الخضروات ممكن نستخدمها كمان في الأشياء اللي هي في ناس بعض الناس والله بيستخدموها في الورق الدوالي الورق العنب أيوة يعني بيحطوها من بيناتهم يعني بيعطي طعام وبيعطي طبعا المستخلص تاعة اللوز بيكون من ضمن الأكل يعني بيفيد بالمعادن الموجودة فيها بالأكل الآخر عرفت كيف يعني كطبخة مع ورق العنب بيضيفون خلال طبخة أيها بالضبط يعني كيف بتضيف الطماطم والأمور هاي نحن ممكن نضيف كمان اللوز تاخد منها الخلاصة يعني خلاصة اللوز تطلع من ضمن الأكل وبتساعد على خلينا نقول تحفيز أنه بزيادة المعادن والفائدة للطبخة رفسها صح ممتاز فإن شاء الله نكون إحنا هكفدناكم شوي في الموضوع اللوز إن شاء الله بالنسبة للقشرة اللوز الأخضر استعادة عرين الشخص يدر يأكلها كذلك صح؟ صحيح لأنه في ناس كثيرة تقشرها وتطلع اللب اللي داخله وترمي القشرة دي برا بالعكس القشرة فيها ألياف يعني أنت بتحتاجي القشرة لأنه هي فائدتها في القشرة نفسها أكتر من اللوب يعني اللوب باللوز هي فيها فائدة بالمي من ناحية أنه زي ما حكينا ذكرنا أنه 8% يحتوي اللوز على المي بس القشرة تاعة اللوز بالعكس فيها كمية من الألياف اللي بتساعدك على إحساس بالشبع هاي من الأشياء كمان من ضمن الأشياء اللي حكينا فيها كيف صحياً للجسم يعني أنت عشان حتى بتساعد على موضوع تخفيف الوزن يعني إذا الواحد بتده يعمل سيطر على السعرات الحرارية اللي بيأكلها خلال اليوم اللوز هو أفضل كمان من الأشياء الفواكل ممكن نضيفها بالأكل أو بخلال يومنا إنه فيها أول إشي سعرات حرارية قليلة وفلس إنه الألياف اللي موجودة في قشرة اللوز بتساعد جداً على الإحساس بالشبع على مدة أطول صح ونفس ما ذكرتي حتى الكربوهيدرات نسبتها أقل فيها جداً قليلة هي فالمستويات السكر حتى ما بتتأثر بالنسبة كبيرة بالضبط عريم بالنسبة لي شو الفرق بين اللوز الأخضر واللوز العادي اللي هو اللي يستخدم في المكسرات أي واللي فيه في المكسرات أيش الفرق بينهم شو الفرق بينهم هلا اللوز اللي يعتبر طبعاً موجود في المكسرات طبعاً هو اللوز بيجي من نبتة أخرى يعني هي مش من نفسها نبتة تحت اللوز الأخضر أيوة يعني هنا نبتتين مختلفين عن بعض لكن ليش نسمى اللوز لأنه اللوز إله شكل معين يعني اللوز الأخضر شوي إذا ببعض الناس إذا بتعرف اللوز الأخضر بيجي شوي عريض وإله نفس الشكل تحتى اللوز المكسرات لكن اللوز المكسرات يختلف من ناحية الأدهاء الدهون اللي فيها طبعاً إحنا نفضل طبعاً المكسرات تكون النية غير محمصة طبعاً أيوة إنه كفائدتها في السعرات الحرارية أقل وفائدتها من ناحية الصحية أكثر يعني الدهون اللي موجودة في اللوز الدهون اللي هي حكينا عنها كمان الغير مشبعة أيوة كمان مفيدة لصحة القلب لصحة الجسم ما بصيرش عندك زيادة وزن السعرات الحرارية اللي موجودة فيها كمان قليلة ونفس الإشي على الكمية يعني إحنا بنحكي عن حفنة حفنة من اللوز إنه بتعطيكي بحدود تقريباً خلينا نقول الخمستاشر السعرات الحرارية أيوة حفنة اللوز وعشان هيك في فرق بينهم بعدين هديك اللوز الأخضر يعتبر أكثر من يعني من ناحية الخضار يعني الخضار وفواكه يعتبر لكن اللوز هي نبتة لحالها يعتبر من المكسرات أو خلينا نقول البقوليات أيوة وكذلك طرق طريقة استخدامه بعد كذلك جداً جميلة الفكرة اللي طرحتيها لأنه صح نمراته نشوفه بس ما نعرف شغل نستخدمه أو أنه نفتحه أو ناكله شذيه بس ما نستسيق طعمه يعني أنا جربت صراحة مرة ما استسيق طعمه بس بالطرق اللي قلتيها تكون وايد أحسن يعني ممكن آه بالسلطة ممكن نضيف عليه ليمون بعض المكسريات ممكن بعض زي ما حكينا نحطها بالسلطات بمختلف السلطات يعني ممكن السلطة المعروفة اللي هي الطماطم والخص وممكن كمان السلطة الفواكه ممكن أيضا زي ما حكينا منضيفها على الطبخات يعني في بعض العائلات بيحبوا يضيفوها على الورق الدوالي بالذات يعني بيعطي حموضة لأنه صح وبنفس الوقت فيه مستخلص المعادل فيه أنه الواحد بيستفيد منه كطعامك حتى التغذية يزيد المصادر القذائية أو التنويع في طبخة نفسها بالضبط صحيح عارين كلمة أخيرة توجينا المستمعين من ناحية الموضوع هذا طبعا إحنا دايما من ناحية التغذية لأن التغذية يعتبر شامل جميع خلال نقول المواد الغذائية أو الطبق الصحي زي ما بنقول دايما بنفضل دائما أنه سواء اللوز الأخضر أو أي نوع من الفواكه دائما يكون عندنا يوميا كميات ولو أنه متوسطة إلى قليلة يعني أنه ما نكسر كتير كمان من الفواكه أو خلال نقول نوع من الأنواع الطبق الصحي بالعكس إحنا نخلي الطبق الصحي شامل كل الأنواع سواء النشويات أو البروتينات أو الخضار والفواكه يعني كل إشي باعتدال لا نكسر كتير ولا نقلل كتير بالعكس يعني لو كل يوم لو ناكلنا خلال نقول من 2 إلى 3 حصص يومية من الخضار والفواكه يكون ممتاز إحنا أظنى في الحصة يعني خلال نفترض مثلا عندك 3 تمرات أو خلينا نقول أربع أنواع مثلا من يعني أي نوع من الفواكه يعتبر حصة واحدة إذا أخذت مثلا خلال اليوم 3 حصص من الفواكه والخضروات يعتبر يعني اعتدال فيه يعني أنت ما عم بتزيد ولا عم بتقلل صح والواحد يعني يأكل بس بطريقة معتدلة معتدلة بالضبط ومنها ومن كل الأنواع الطبق الصحي يعني سواء النشويات أو البروتينات وطبعا إحنا دعنا منشجع موضوع تناول الفواكه لأنه منعرف أن نسبة كبيرة من الناس لا تتطرق إلى الفواكه كثيرا ممكن للخضروات أكتر بس لكن الفواكه فيها يعني عدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن أنه الإنسان بيحتاجها ودائما نفقدها لأنه لا توجد بكل أنواع الأكل فيفضل دائما أنه صحن الفواكه يكون دائما موجود في البيت قدامكم عساس أنه الواحد يأخذ ويتشجر ويأكله وطبعا من الأشياء اللي بحب أنه أنه أنهي فيها الكلام أنه موضوع المي جدا مفيدة وجدا مهمة دائما منظلنا نذكر فيها ورح نظل دائما نذكر فيها لأنه معظم للأسف للأمراض اللي عم بتثير في العصر تاعنا لها علاقة قلة شربة المي فبدا من الشغلة متوفرة للجميع قدامنا ليش ما نشربها يعني هاي من الأشياء إن شاء الله أتمنى الجميع أنه يستفيد منها وأنه يواضب عليها إن شاء الله الأستاذ عرين رشيد اختصاصية تغذية في إدارة تغذية السريرية في هيئة الصحبة دبي شكرا لك تسلمي شكرا شكرا مستمعين العزاء طالعين فاصل أحينا أراد لكم موضوع جدا مهم اللي هو السكري ما بعد الصيام والسكري وعيد الفطر والتغذية وعيد الفطر تمو إيانا طالعين فاصل أراد لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة أذكركم برغامة تواصل إيانا 600551414 والرسائل النصية 4006 الآن طبعا فقرتنا الأخيرة وطبعا هالفقرة جدا مهمة بنتحدث أكثر عن مرض السكري اللي هو السكري ما بعد الصيام السكري وعيد الفطر والتغذية عموما وعيد الفطر عارفين الحين خلاص نحن على نهاية شهر رمضان الكريم وبنبدأ الله يعيد إن شاء الله علينا وعليكم صحة وسعادة وإن شاء الله بعد على طول بيكون عيد الفطر المبارك طبعا خلال العيد نحن عارفين طبعا يعني الواحد يكون في فرحة الواحد سبحان الله تنوع حتى موائدنا في العيد وأكلات معينة تكون متخصصة بس للعيد خاصة الحلويات فمريض السكر سواء الصغار أو الكبار بعد يحتاجون مراعاة خلال هالفترات آخر شهر رمضان وكذلك في فترة العيد يسترنا يكون اليوم في الستوديو الاستاذة سميرة خالد عثامنا أخصائية التثقيف السكري والاستاذة ديان الجندي أخصائية التثقيف أخصائية التغذية السريرية للسكري من مركز دبي للسكري صباحكم الله بالخير سميرة وديانا يا أهلا وحلوك أهلا وسهلا طبعا كنا عارفين أن خاص شهر رمضان بادي الحين تلعد التنازل لشهر رمضان اليوم بتدينا في الواحد وعشرين رمضان والعشر لواخل للشهر الفضيل وإن شاء الله بنستقبل بعد عشر تأيام عيد الفطر المبارك طبعا اليوم بنركز أكثر على مرضى السكري خلال هذه الفترة وخلال فترة عيد الفطر فديانا بيكون السؤال الأول موده للج بالنسبة لمرضى السكر بالنسبة للشخص المصاب بالسكر هل في فايدة من تقييم حالة القدائية في نهاية شهر رمضان المبارك؟ نعم أكيد لأنه هلأ بيكون مرأة عشرين يوم للصيام فدايما لازم نشوف شو كان هدفنا كمان بأول رمضان إذا منتذكر منقول بأول حلقة طرقنا لموضوع أنه إذا الشخص بحاجة لعنده زيادة من الوزن وبدنا نستفيد مشان رمضان لنزل الوزن منقيم العشرين يوم اللي مضوا بمثلا الوزن هل حصلنا على النتيجة اللي نحن من ريدة ولا لا؟ لأنه كمان زيادة الوزن ممكن أنه يأثر على نسب السكر بطريقة سلبية أكثر لأنه هون لما تتراكم الدهون بالجسم فبالتالي بيضاعف من وظيفة الإنسولين بالجسم فممكن هون نسب السكر تصير تكون أعلى فكمان اترقنا بالحلقات اللي قبل أنه لما السكر بيرتفع جدا ممكن حتى يوصل إلى حد أكثر من ثلاثمية لازم يصير الواحد أنه يضطر يفطر تحتالي يشرب ماء ويعود ويمنع الجفاف فكرميل هيك ضروري جدا أنه نقيم السكر والوزن لأنه نمرتبطين مع بعض أيضا نقيم مثلا نسب الضغط إذا أنا شخص بعاني من ارتفاع من الضغط هل مثلا أنا عم رائب الضغط كل يوم لحتالي أتأكد وشوف أنه أنا بين المعادلات المطلوبة يعني مثلا إذا كان الضغط مرتفع فبالتالي أنا بدي أنتبه أكثر من استهلاكي للملح الأكلات اللي فيها نسبة عالية من الملح أغلبي طب ممكن أنها تكون المأكلات اللي منستعمل فيها المعلبات أكثر أو الأشياء الجاهزة مزبوط أو إذا ما نضيف كمية زيادة على الطبخ وفي ناس تستخدم المخللات وناصية أن تهتم أن إضافة الملح للأكل أكثر من الأكلات الثانية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح مزبوط وأيضا كمان في عنا نقطة الجفاف وشرب السوايل كمان هل كان عم نشرب ماء بكمية معتدلة بشكل يومي لحتالي نمنع الجفاف خاصة للشخص اللي عنده سكري دايما بنا ننتبه على وظيفة الكلة وإذا صار فيه جفاف ممكن أنه يأثر بطريقة سلبية كمان على وظيفة الكلة فدايما لازم نقيم الوضع الصحي طبعا مع الصيام ونشوف نسب السكر وإلى آخره كله إذا هو ضمن الأهداف المطلوبة ولا لا بالنسبة سميرة نفس الموضوح ونفسه من ناحية التثقيف الصحي هل هو مهم كذلك تقييم حالة المريض الصحي في نهاية شهر رمضان؟ هو الشيء سعد صباحك وصباح جميع المستمعين طبعا أكيد ضروري جدا لأنه إحنا بنعرف أنه خلال فترة رمضان في ناس كتير بتصر على الصيام وخاصة الناس اللي بياخدوا حقا للإنسولين أو نوع من أنواع الأدوية اللي ممكن تأدي له بوط السكر فهدول الأشخاص إحنا في البداية إذا هم يأثروا على الصيام طبعا ننصحهم أنهم يغيروا مثلا من جرعات الأدوية أو توقيت الأدوية فبالتالي بعد رمضان إذا استمروا على هذه الأدوية ممكن يؤدي إلى ارتفاعات في السكر فدول الأشخاص لازم يعملوا مراجعة للمركز أو مراجعة للتثقيف الصحي لحتى يرجعوا مرة تانية ونزيد لهم الجرعات حسب هم مشو طلعوا من رمضان لأنه هلأ لازم نحط بعين الاعتبار زي ما حكت ديانا هلأ تأثير للصيام ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي يعني فيه ناس مثلا ممكن ينزل وزنها ممكن يتحسن السكر ممكن تخف حاجتها صراحة للأدوية يعني حتى بعد رمضان ممكن نستمر في تخفيف الأدوية بس فيه الجانب التاني اللي هو الجانب اللي أثر عليهم الصيام بشكل سلبي الناس مثلا اللي زاد وزنها اللي صار في عندها ارتفاعات بالسكر فهدول الأشخاص لازم نعمل لهم تقييم سواء أن كان للسكر زي ما حكت الأخي ديانا نشوف الوزن نشوف وظائف الكيلة شغلة كتير ضرورية كمان ونشوف الضغط والكوليسترول ونشوف كمان قراءات السكر ونحاول نحدد الأدوية أو الجرعات الجديدة لفترة العيد أو ما بعد العيد هلأ كمان بدنا نحط بعين الاعتبار أخت الفاضلة أنه السكر أو الإصابة بالسكر إصابة مزمنة يعني هي ما بتتعلق بشهر أو شهرين هي معانا مدى الحياة فإحنا النصائح اللي إحنا بنحكيها هذه عادة بتكون نصائح لكل الأوقات يعني هلأ رمضان شوي إلى خصوصيته بس بالعادة أنه لما بنحكي عن الأكل لما بنحكي عن النشاط البدني لما بنحكي عن الالتزام في الأدوية هذه ما بتكون مقترنة بس بشهر رمضان هذا المفروض تكون مع الشخص طول حياته فإحنا أوكي سمحناهم بشهر رمضان إنهم شوي إذا صار فيه تقصير بس بعد رمضان لازم نرجع الأمور زي ما بيحكوا لطبيعتها ورح نرجع نأكد على الناس المصابين بالسكر إنه لأ خلص رمضان شهر وانتهى وهلأ بنا نرجع مرة ثانية ننتبه لكل شيء إحنا لخبطنا فيه أو ما كنا فعليا ملتزمين فيه قبل رمضان مع أنه سبحان الله يعني رمضان يعني يهذب حتى عادات الشخص يعني لأنه شهر كامل ومتواصل فسبحان الله يعني والواحد يوم يغير يغيرك نمط حياة أكثر من أنه بس في هالفترة وبرجع ونفس ما قلتي سميرة بالنسبة لمرض السكر مرض مزمن يعني أن الواحد النصائح اللي ياخدها يطبقها طول السنة يعني فبيكون وايد أسهل له ويعارف يعني ما بأنه شهر رمضان وصح نفس ما قلتي هو له خصوصية معينة فالواحد إن شاء الله يقدر يضبط نفسه أكثر وأكثر فإحنا بهمنا أنه بعد ما خلصنا رمضان وانبسطنا فيه وإن شاء الله يارب يتقبل منه ومنكم جميعا إنه لازم نرجع نعمل زي ما بيحكوا تقييم كامل للحالة من كل النواحي لحتى إن شاء الله نبلش بداية جديدة وإن شاء الله بيكون عيد سعيدة عم كل يارب إن شاء الله طرقنا الموضوع العيد دخلنا فيه الحين مبقي أعيام إن شاء الله معدودة وبنتخل لفترة العيد إن شاء الله وكنا عارفين فترة العيد خاصة أول ثلاث أيام الزيارات سبحان الله لائلية تزيد لأن الطغوص معينة احتفالات معينة بخصوص العيد وخاصة شيء أساسي لهو الأكل بعد يكون مختلف وفيه أكلات أو حلويات معينة نركز عليها خلال فترة العيد فديانيا بالنسبة للنصايح القذائية اللي توجينا من رضا السكر لاستقبال عيد الفترة السعيد هلا كبداية أهم الشيء إذا حصلنا عن النتيجة اللي نحنا بدنا إياها وصار فيه نزول بالوزن وتنظيم بالسكر ما بدنا أنه بس يجي أول يوم ونفطر نخرب كل اللي عملنا فدايما الواحد بدو يفكر بمجموع السكريات اللي هو بدو يخذها أول نشويات عادة بدا تكون السفرة كشبه مثل بفة يعني في من كل الأصناف موجودين فدايما الواحد لازم يلقي نظرة بالأول ويشوف ويصير يفكر ويحلل هو شو بدو يختار من هيدا السفرة يعني إذا بدو يختار من كل شي بدو يكون جدا باعتدال يعني شبه مثل كمية بسيطة ملعة من كل شي أو أنه مثلا بيركز على نوع معين هو بيحبه فهي أنا الفكرة دايما بالجلسة الوحدة اللي نحنا قاعدينها كمية النشويات والسكريات اللي عم نستهلكها إلى تأثير كبير على نسبة السكر لأنه نحنا بعد ساعتين من الوجبة ما المفروض يسعد السكر فوق المية وثمانين فكمان لازم ننتبه أنه هيدا هو الهدف طبعا أنه ما يطلع فوق هيدا المعدل فلنفترض أنه كبداية مثلا ممكن الواحد يبلش بالوجبة الأساسية فأنا إذا حسيت أنه كثرت من العيش معناتها بطل صار مسموح لألي كمية كبيرة من الحلويات إذا خففت من العيش لأنه أنا بالآخر بدي أكل شوي زيادة حلويات أوكي ممكن أعطي مجال لحالي لكان حلويات إذا أنا حسيت أنه أكلت المجموع الردي أو يعني عامة كمية كبيرة بآخر الوجبة دايما مثلا فيه المشروبات أو الشاي فعلى الأقل ساعته هون بختار الشاي اللي بلا سكر أو القهوة العربي لأنه هي من أساسها بلا سكر فيه شغلة بس مهمة كمان بحب أني أضطرق لها لأنه أغلبية الأشخاص لما بيشوفونا بيقولولي دايما منتعرض مثلا للإحراجات بتعرفي أنه العيلة والجمعة بيصيروا بيصروا على بعض أنه ياخدوا أو أنه مثلا حدا بيجي بيضيف الشخص إذا بتقولي لا شكرا خلاص أنا أكلت حلو بيكمل فيه الكفاية اليوم الشخص الثاني بيدل عم بيصر عليك فبدنا نجرب أنه ممكن نتفهم يمكن أوضاع غيرنا أنه في كتير أشخاص عنده بيعانوا من السكر أو بحبين أنه ينزلوا وزنهم فإذا ممكن بس أنه ما كتير نصر على الشخص لحتالي أنه نجبره أو نحرجه أنه يصير ياخد زيادة هذه الشغلة ثاني شيء كمان أنه في كتير أشخاص بيقولوا أوقات أنه إذا أنا ضيافت شاي بيكون موجود أراد فيه سكر يعني بيحرج أنه هو يطلب شاي بدون سكر فكمان أنه مثلا يكون موجود ضمن البفاة الأهوة العربي الشاي اللي فيه سكر وشاي بلا سكر مشان الشخص اللي ممكن حابب أنه يختار الشاي اللي بلا سكر بيختاروا بدون كمان أحراج فهي دايما أنه الواحد بس يفكر أنه شو هو المجموع اللي عم يأكلوا وينتبه من الكميات الكميات هذه أهم الشيء بالنسبة بس إحنا طبعا عارفين ديانة بخصوص العيد أكثر الوجبات أو أنه أكثر اللي يكون على السفرة تكون الحلويات وتكون مشكلة سواء بسكوتات سواء حلويات تشوكولت يعني تكون بطريقة يعني ما شاء الله الناس تبتدي تتفنن أكثر وأكثر إضافة إلى العصاير إضافة إلى نفس ما قلتي الشاي يكون مضاف لسكر مرات فشو مخاطر الأفراط من أكل الحلويات خلال فترة العيد؟ أساسها بدو يكون هو مثل ما قلنا بعد ساعتين إذا شايك السكر على الأغلب بدو يكون نسبة السكر فوق 180 فممكن حتى توصل فوق 200 فوق 300 ممكن إلى نسبة عالية كثيرة فهون يعني هون بتصير مخاطر السكر خاصة إذا مثلا شخص ممكن أنه هو بياخد إنسولين إذا جرعة الإنسولين ما كانت كافية أو بتعادل نسبة السكريات اللي بيكون أخذها ساعتها نسبة السكر بدأت ارتفع كمان إلى نسبة جدا عالية بعد ساعتين فتكون صحف الواحد يحاسب أن حتى يراقب سكرة خلال هذه مضبوط يعني بدنا نصير نشيك السكر أكتر لحتى اللي نشوف سلوكياتنا وطريقة أكلنا كيف إله تأثير على نسبة السكر سميرة طبعا دوركم أنتوا في التثقيف الصحي جدا كبير خاصة أن تعليم المريض وتثقيفه من ناحية المرض وحتى بالنسبة للكم دور كبير سبحان الله أنتوا التقضية متكاملين أو يعني طريقتكم متكاملة مع بعض والواحد ما بيلتزم إلا إذا هو عارف ومثقف صحيا بالموضوع أو المرض أو الأشياء اللي المفروض يتفاداها أو يقللها فشو هي النصايح الطبية المريض السكر لاستقبال عيد الفطر بشكل آمن وصحي من ناحيتكم كتثقيف صحي؟ هلأ كتثقيف صحي أهم إشي أنه الشخص المصاب بالسكر يستمر في فحص السكر في الدم يعني إحنا ما بدنا يلتهي بالزيارات العائلية وبتناول الحلويات وأداء الواجبات المطلوبة منه وينسى الواجبات الرئيسية اللي بتطلبها صحته واللي واحد منها واللي كتير ضروري فحص السكر لأنه فحص السكر هو اللي بيوريه والرايح هو اللي بيوريه أنه هالأشياء اللي أنا عملتها خلال هذه الفترة كانت منيحة ولا لا الأكل اللي أكلته الحلويات اللي تناولتها بخلال هالفترة البسيطة هل أدت إلى زيادة السكر ولا لا كمان بتنبهوا إذا هو كان مثلا ناس ياخد الأدوية فلما بشوف السكر مرتفع فبيتوقع أنه لا لا أنا لازم أروح أاخد الأدوية حتى ما يصير فيه ارتفاعات زيادة فقياس السكر واحد من الأشياء اللي احنا دايما بنوصف فيها وزي ما حكيت لك هلأ هاي الأشياء لازم تنعملوا برمضان وبالعيد وبكل الأوقات بس فترة العيد لأنه فيها التزامات كتير فالمفروض أنه احنا نظل نأكد عليها الإشي الثاني متابعة النشاط البدني يعني هلأ في كتير ناس خلال فترة رمضان بيتوقفوا عن أداء الرياضة أو النشاطات البدنية لأسباب أو لأخرى ما رح نقود بالتفاصيل بس أهم شيء أنه بعد رمضان ومما يبلش العيد وإجازة العيد أنه الشخص هذا يرجع مرة تانية يبرمج حياته من جديد ويبلش إذا هو كان أريد مسجل بجيم أو كان بيمشي المشي العادي أنه يرجع للنشاط البدني لأنه النشاط البدني جزء كتير مهم من علاج السكر والسيطرة عليه ومنع المضاعفات اللي ممكن تصير نتيجة الإصابة بالسكر الشغلة الثالثة اللي كمان كتير طبعا مهمة اللي هي الالتزام بأخذ الأدوية يعني مش أنا خلاص معايد كمان معايد عن الأدوية وما في أدوية خلاص بيوم لا هو الأدوية جزء من حياتنا والمفروض أنه إحنا دايما سواء في العيد أو في غيره أنه ناخدها بشكل مستمر وفي أوقاتها المحددة هلأ ترتيب الأدوية كجرعات أو كتوقيت صراحة أنا بيختلف في أيام العيد أنه زي ما حكيت لك إحنا فترة رمضان بنغير مرات توقيت الأدوية بعض الأدوية أو بنخفف من الجرعات فإذا هو ما كان عارف كيف يتصرف ففي راجع المركز أو أخصائي التتقيف أو طبيب المعالج لحتى يعرف بالضبط شو الجرعات اللي لازم يبلش عليها فترة العيد بالضبط والإشي طبعا اللي كمان بحب كتير أنبه عليه لأنه في ناس يمكن ما تنتبه لهذه الشغلة أنه فترة العيد جاي فترة الصيف فترة ارتفاع درجات الحرارة متالي الشخص أو الناس بشكل عام بيتعرضوا لفقدان السوائل وفقدان السوائل عند الشخص المصاب بالسكر ممكن يأثر عليه أكتر من الأشخاص العاديين خاصة على الكلا أو لا سمح الله على أشياء تانية فعشان هيك بنحاول جد ما نقدر أنه أول إشي إذا مش ضروري أنهم يطلعوا فترة الظهر أو فترة لما بتكون الشمس كتير أو الجو كتير سخن يحاولوا يأجلوا المشوير المشضرورية مثلا لفترة المساء إذا اضطروا أنهم يطلعوا فترة الظهر أو الفترة اللي بيكون درجة الحرارة فيها مرتفعة لازم أول شي يعني يحاولوا من أنه يعودوا السوائل اللي ممكن يفقدوها عن طريق التعرق عن طريق شرب الكتير من السوائل والسوائل طبعا اللي مش سكري يعني ما بيكون مضافة لها السكر اللي هي مثل الماء الشعي الأخضر القهوة السادة زي ما حكينا بس المهم أنه ينتبهوا لهاي النقطة ويحاولوا قد ما يقدروا أنه يكتروا من شرب السوائل ويجنبوا أنهم يطلعوا من البيت في أوقات الحر الشديد هلأ كمان فيهم هم يراجعوا المركز مثلا بعد فترة العيد لحتى يرجعوا يعملوا لفحصات الضرورية إن كان فحص مستوى السكر التراكمي إن كان فحص الكوليسترول إن كان فحص وظائف الكلا لأنه ضروري جدا نرجع نقيمها مرة تاني لحتى نتأكد إنه رمضان ما أثر فينا إن شاء الله ما يأثر بحدا بس لازم كمان نكون متأكدين إنه إحنا كل أمورنا منيحة هاي النقطة جدا مهمة صراحة الوقت داهمنا الموضوع جدا شيق وجميل واطرقتوا المواضيع صراحة حتى في إجاباتكم يعني تفيد المستمع وبطريقة سليسة وسهلة في النهاية فقراتنا أشكر لأستاذة سميرة خالد عثامنا أخصائية التبقيف السكري والأستاذة ديان الجندي أخصائية تغذية سريرية للسكري مركز دبيل السكري شكرا لكم شكرا لكم أهلا وسهلا فيكم أهلا مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم أشكر فريق العمل ويايا في الإعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة السويدي وفي الأخراج عيسى سبيل ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي يعطيكم العافية جميعا نلقاكم إن شاء الله باتر على نفس الوقت على الساعة عشر إن شاء الله ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي